مريم صفوان ثابت كتبت بوست يمكن لسه بسه وانا بتفرج معكو على الانفو جاء قدامي فالحقيقة برضه من ضمن الاشياء اللي يجب ان احنا نقولها حتى وان كانتش معدة في الاسكريبت بتاع الزمله مريم صفوان ثابت كتبت بتقول في اول زيارة البابا بعد نقلي لسجن بدر انا مصدومة وخايفة على حياة ابويا احواله النفسية والصحية في تدهور ده كله فوق الحبس الانفراضي والعزلة التامة ومنعه من التريد يعني بصوا بصوا الدناءة بصوا الدناءة والفجر في الخصومة ستة وسبعين سنة عمل ايه عشان مرضيش يسلمهم شاء عمره وقرر ان يعيش راجل ويموت راجل بالله عليك دي مش عصابه شكرا ان الزمل والله دي مش عصابه بكل ما تحمله الكلمه عصابه بما تحمله الكلمه من معنى ده راجل عمله في ده حبس احتياطي لحد دلوقتي ما تقدمش المحاكمة يا باشا ما تقدمش المحاكمة عشان مفيش دليل لمذكرة ظابط احنا عايزين الشركة دي لا مش هدفع لا مش هسيبها لكم احبسوه ارموه في السجن لحد ما يموت وهناخدها وانت فاكر ان عدالة ربنا مش موجودة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم وانت فاكره انه غافل والمجرمين اللي عاملين كده فاكرين انه ربنا مش موجود ولا فرق معاه انه هم عارفين ومتأكدين انه مظلوم وبيعملوا كده بس عادي جدا غالي فرق معاهم تكامل بس كلامها حبس الحبس الانفراضي استفزت نفس جملة الحبس الانفراضي دي العزلة التامة المروحة شغالة 24 ساعة وبابا بردان حتى باللبس الشتوي النور اليوم مفتوحة 24 ساعة مش عارف الليه من النهار ومش بينام ده نوع من انواع التعذيب النفسي واي دكتور نفسي عارف حكاة دي فكرة انك تفضل فاتح النور على طول معروف طبعا انك لازم تنام لازم تنام في اظلام تام عشان جهازك العصب يحصل له استرخاء لكن ده بيعمل نوع من انواع انهيار الجهاز العصبي نور ربنا كده يعني جعل الفرق بين الليل والنهار ليه ربنا حتى قال والليل سكن هدوء عشان تنام كاميرا 24 ساعة طبعا حاجة عجيبة جدا اللي هو فكرة تعني وانا وانا اولاين حتى وانا في الحمام 24 ساعة طب بيعمل ايه اصلا سحبوا منه حتى المصحف يعني شوفوا الجبروت يا جماعة والله العظيم دي ناس اسألوا الله سبحانه وتعالى ان ينزل عليهم عذابا من عنده وهو هتكون رحيم بحد يعني متأصفين باس بتبقى عندي يعني ايه حتة الكيوت زياد على اللزوم قوي طول مجرمين اسأل الله سبحانه وتعالى انتقم منهم اشرا انتقاء دخلت سحب المصحف الرجل مصحف لو فكرة انا ادايقك ازاي انا عزبك ازاي و انا بجدد كلامي انا بجدد كلامي وعد مني هنزل ابوص على دماغ هذا الرجل هو اخرين لان انا بحب الرجالة قوي حب الراجل اللي يفضل رفع راسه كده يموت وهو رفع راسه ده راجل عظيم انا والله لم التقيه ولا اعرفه ولم تجمعني به يوم حتى ندوه في مكان لكن ده راجل عظيم اللي رفض انه يبيع يديهم شقة عمره كان ممكن يديهم ويتفاوض معاه ده الشيخ ياسر برهامي عنده فتوى عظيمة جدا انه لو حبه يغتسم مراتك سبها لهم يا عم سبها لهم عادي جدا يعني بغض النظر عن من مات دون ماله ودون عرضه فهو شهيد لكن ده راجل دم محامي على الفطرة مرضيش كان ممكن على فكرة ده لو ساهمهم واخد عشرة في المية من ممتلكاته يعيش باش ده ملياردير يعني خليه خادوا كل حاجة واسابلهم عشرة في المية بس يعيش بيه يعيش بستريح جدا يعني لكن الكرامة والرجولة هي اشياءه اللي تشترى زي ما قال امل دونقن هي اشياءه اللي تشترى والله كل التحية والتقدير ويا رب يا مريم الفيديو ده يوصلك وفي اول زيارة تقولي لابوكي انه في ناس وغض النظر عن انه متوصفين الهبيين يعني ولا حاجة في ناس بتقدر موقفك جدا مش نكاية في النظام والله ولكن رجولة ان الرجولة لها تمن ربنا يحفظه وما تخافيش عليه ويا رب ان شاء الله يخرجولك بالسلامة ان شاء الله ويجمعنا على خير قريب وعد مني والله وهلزن الصورة وهلزن الفيديو انا ببوز دماغ صفان ثابت في اي حتة ان شاء الله